اشتركوا في القناة دعم من الملك محمد السادس وبحضور عدد من الشركات والشخصيات الاعتبارية من بينها يونس الخطيب رئيس الجمعية وابراهيم ابو النجا محافظ غزة نيابة عن الرئيس محمود عباسة ووجه يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني رسالة شكر للرئيس الفلسطيني وإلى الملك محمد السادس الذي قدم الدعم للمستشفى وكذلك إلى الهلال الاحمر المغربي وإلى المشاركين في افتتاح المستشفى ويسعى المستشفى التغصصي لتوطين العلاج في محافظات غزة وتتم من خلاله تلبية احتياجات المرضى وبتكلفة قل من التحويلات الخارجية لما يحتويه من معداته وأجهزة طبية حديثة ويتميز كذلك بوجود كادر طبي مدرب على مستوى عالى وسيعمل المستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى مئة واثنين سرير موزعين على النحو التالي ستة وسبعين سريرا مخصص لمبيثة ويضم كذلك ثماني غرف عمليات والعديد من الأقسام التغصصية أهمها قسم العناية المركزة بسعة عشر أسر وغرف عمليات قسم النساء والولادة كما يجتمل على عشر حضانات للأطفال وغيرها من الأقسامات نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء